اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه اصحاب الهمم او of determination زي ما في الكتاب مكتوب يعني الناس اللي عندها عزم وهمة وعايزين يعملوا انجازات في حياتهم بس في عندهم مشكلة معينة او اعاقة معينة بتعقهم من اذاء حياتهم بشكل عادي يعني ايه يعني مثلا حد عنده اعاقة معينة في جزء من اجزاء جسمه عنده مشكلة في ايده او في رجله او في جزء من اجزاء جسمه بتعيقه ان هو يعيش حياته بشكل عادي ويعمل انجازات زي الناس التانية ما بتعمل ده شخص عنده عزم او عنده همة وطبعا التكنولوجيا بتساعد الناس دي زي ما بتساعد الناس كلها في ان هي تعيش حياتها بشكل عادي وبشكل افضل وفي نفس الوقت بتخليهم يعملوا الانجازات اللي هم عايزينها بشكل احسن فمثلا عندنا هنا بيكلمنا عن البرت لين الشخص اللي احنا اتكلمنا عنه المرات اللي فاتت وهو عالم من علماء القصار زي ما عرفنا قبل كده بيكلمنا وبيقولنا ان فيه طبعا حاجة اسمها assistive technology assistive technology او التكنولوجيا المساعدة بيقولنا هنا we all use technology احنا كلنا بنستخدم التكنولوجيا to help us علشان تساعدنا in our daily life in our daily life في حياتنا اليومية there is also special type of technology برضو موجود فيه special type يعني نوع خاص of technology من التكنولوجيا called مسمى assistive technology التكنولوجيا المساعدة التكنولوجيا اللي بتساعد الاشخاص زوي الهمم اللي احنا قلنا عليهم الاسيستيف تكنولوجيا دي helps people of determination بتساعد الاشخاص او الناس ذوي الهمم with tasks مع المهام that they find difficult اللي هما بيلاقوا فيها difficult او بيلاقوا فيها صعوبة فبيقولنا مثال بيقولنا Albert Lynn Albert Lynn اللي احنا عارفينه has limb difference limb اللي هو طرف من اطراف جسمه اللي هو طرف من اطراف جسمه difference يعني في عنده طرف من اطراف جسمه مختلف في عنده اعاقة في طرف من اطراف جسمه اللي هي رجله but ولكن he doesn't let that stop him هو ما خلاش ده ي stop him يوقفه he still هو ما زال does all of the things بيعمل كل الاشياء he did اللي هو عملها before قبل كده including متضمنا exploring many places استكشاف اماكن كتير around the world حول العالم he wouldn't هو ما كانش هيقدر be able ان هو يستطيع to do this ان هو يعمل كده without the assistive technology من غير التكنولوجيا المساعدة of his prosperic leg prosperic يعني طرف صنوعي prosperic يعني طرف صنوعي prosperic leg يعني رجل صنوعية prosperic leg يعني رجل صنوعية يبقى prosperic لوحدها بمعنى طرف صنوعي يبقى او ما كانش هيقدر يعمل ده من غير prosperic leg او الرجل الصنوعية بتاعته يبقى احنا عرفنا دلوقتي ال assistive technology او التكنولوجيا المساعدة ازاي هي بتساعد people of determination او الناس زو الهمم اللي هما عندهم يعاقة من الاعقاد بتعمل عندهم صعوبة او difficult ان هما يقدوا حياتهم بشكل عادي طب يقول لنا هنا there are many types of assistive technology في انواع كتير من assistive technology here are some examples هنا هيقول لنا بعض الامثلة فاول حاجة بيقول لنا screen magnification software screen magnification software software او البرامج بتاعت تكبير الشاشة احنا طبعا لو في حد عندنا مثلا نظره ضعيف او ما بيشوفش كويس وعنده ماسك مثلا شاشة موبايل او تابلت او لابتوب مثلا فالكلام بيكون موجود فيها بشكل صغير هما عملوا software او تطبيقات وبرامج بتعمل magnification او تكبير للكلام الموجود على الشاشة علشان يساعد الاشخاص دي هنا بيكلمنا عن software ده وبيقول لنا زي السوفتوير البرامج دي enlarges يعني بيتكبر everything كل حاجة on a computer screen on a computer screen على شاشة الكمبيوتر from words من الكلمات to images it allows it allows هي بتسمح thus with poor vision الاشخاص اللي عندهم poor vision او رؤية ضعيفة to interact ان هما يتفعلوا ان هما يستخدموا with a computer مع الكمبيوتر يبا مرة تانية screen magnification software this software enlarges everything on a computer screen software ده بيكبر كل حاجة على شاشة الكمبيوتر from words to images من الصور والكلمات it allows thus with poor vision وحنا عرفنا ان poor vision يعني رؤية ضعيفة بتسمح للاشخاص اللي عندهم رؤية ضعيفة to interact with a computer to interact with a computer ان هما يتعاملوا مع الكمبيوتر طيب في حاجة تانية اسمها hearing aids hearing aids او ادوات المساعدة بتاعت السمع الادوات بتاعت السمع زي السمعات اللي بيستخدموها الاشخاص اللي عندهم مشكلة في السمع دي اسمها hearing aids او ادوات مساعدة للسمع hearing aids ادوات المساعدة بتاعت السمع help people بتساعد الناس who have trouble hearing who have trouble hearing اللي هما عندهم مشاكل ومتاعب في السمع models can now be connected to a person mobile device في منها طبعا الوقت اللي ممكن كمان نوصله بال mobile بتاع الشخص اللي هو عنده الاعاقة دي many also come with smart phones app many also come with smart phone apps كتير منها كمان بيجي معاها تطبيقات للا smart phone او للهواتف الذكية users المستخدمين can adjust their hearing aids ممكن يعدله hearing aids بتاعتهم او السماعات دي using their phones مستخدمين التليفون بتاعهم ممكن اول ما ممكن عن طريق التليفون بتاعه يعلي الصوت اللي موجود في السماع اللي فودنو يوطي عن طريق التطبيقات دي بيقولنا كمان وبيكلمنا كمان عن بعض البرامج والتطبيقات البديلة لو حد مثلا يا اصحابي عنده مشكلة ما بيسمعش خالص او ما بيعرفش يتكلم خالص الشخص ده هيبقى فيه مشكلة ان هو يتواصل مع الناس التانية طب بنعمل ايه في المشكلة دي المشكلة دي ان هو لو هو ما بيعرفش يتكلم خالص يقدر يكتب الكلام اللي هو عايز يقوله على شاشة التليفون او التابلت بتاعه والتليفون او التابلت بتاعه ده هيحول الكلام اللي هو بيكتبه لصوت منطوق فبالتالي الشخص اللي قدامه هيسمع هو عايز يقول ايه ويفهمه وعايز يقول ايه طب لو هو مثلا شخص ما بيشوفش وعنده مشكلة في النظر وماسك تليفون في ايده وعايز يعرف شخص تاني بعت له رسالة نصية رسالة مكتوبة الرسالة النصية او المكتوبة دي جات له على التليفون وهو مش هيعرف يقراها لانه هو ما بيشوفش فبالتالي في برامج بتقرأ الرسال دي وتحولها لصوت فبتخلي الشخص اللي ما عندوش قدرة على انه هو يبصر الكلام ده ويشوفه يسمع ارسالة بتقول ايه وبالتالي يعرف الاشخاص اللي حواليه بيبعتوله وبيقولوله ايه دي اسمها alternate communication software alternate يعني بديل communication software طبيقات التواصل البديلة طبيقات التواصل البديلة يعني ايه alternate communication software alternate communication software help people بتساعد الناس with speech مع النطق مع خصية النطق and language واللغات disabilities communicate with others اللي عندو مشكلة في النطق او اللغة اللي بتعاقهم من التواصل مع الاخرين بتعاقهم بالتواصل مع الاخرين examples على سبيل المثال including a computer program including a computer program متضمنة برامج الكمبيوتر that can turn text to speech اللي بتحول النصوص المكتوبة to speech لكلام ممتوء and speech to text وكمان الكلام الممتوء لتكست مكتوب زي ما قلنا لو حد ما مثلا بيبعت له نصوص مكتوبة وهو ما بيشوفش السوفتوير ده او التطبيقات دي هتنطق الكلام المكتوب ده في الرسائل هتنطق الكلام المكتوب ده في الرسائل والإيميلات وتخليه يسمعها بتقول ايه ولو هو ما بيسمعش هتحول له الكلام اللي ما بقوط له في شكل صوت لكلام مكتوب يقدر يقرأه بعينه وبالتالي يقدر يتواصل او يكوميونيكيت مع الناس اللي حواليه دي اسمها Alternate Communication Software وما تقلقوش احنا هنحل امثال كتير على المحور الاول بعد ما نخلصه على طول ان شاء الله اخر حاجة بيقلنا عليها Sporting Tools Sporting Tools او الأدوات الرياضية طبعا الاشخاص اللي عندهم اعاقة وعندهم مشكلة معينة في جسمهم ممكن ما يعرفوش يقدر اي بسبب الاعاقة دي فاحنا طبعا التكنولوجيا ادري التعمل لهم Sporting Tools او أدوات رياضية تساعدهم على حاجة زي كده ذي مثلا ال Paracliming Tools ال Paracliming Tools او أدوات التسلق Allow Climbers اللي بتساعد المتسلقين With LEM Difference مع الاطراف الصناعية To Climb Mountains ان هم يتسلقوا المونتينز او القبال So Assistive Technology لذلك Assistive Technology او التكنولوجيا المساعدة Can help with Ordinary and Extraordinary Activities ممكن تساعد مع الانشطة العادية وال Extraordinary اللي هي اللي هي طبعا الغير عادية الغير اعتيادية Activities الانشطة الغير اعتيادية زي تسلق الجبال مثلا يبقى التكنولوجيا او ال Assistive Technology دي بتساعد مع Ordinary Activity او الانشطة العادية وال Extraordinary Activities او الانشطة الغير اعتيادية There are many more فيه كمان الكثير والكثير من التولز دي You can research انت ممكن تدور عليها Including footballs متضمنة طبعا الحاجات اللي هي دعا بالفوتبول او كرة القدم That make a noise اللي بتعمل صوت لما بيلعبوا بيها الناس اللي عندها مشكلة في الابصار A hand bike وكمان العجل اللي بيحنحركوا بادينا That have three wheels اللي بيبقى موجود فيه ثلاثة عجلات And is powered by your hand وانت بتحركوا بأديك And even running blades وكمان الادوات اللي بيجروا بيها اسمها running blades Blade لوحدها بمعنى شفرة Blades شفرات بس هي اسمها running blades اللي هي بيلبسوها كأقدام صنعية بتساعدهم ان هم يجروا بيها تعالوا نروح للجزء اللي بعد كده خليكم معايا هنا في lesson 6 بيقول لنا common common يعني شائع يعني بيحصل كتير ICT problems problems and solutions ICT problems مشاكل الخاصة بال ICT والSolutions 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 أو الحلول بتاعتها فانا بيعرفنا وبيقول لنا ICT tools ICT tools أو information communication technology tools الادوات بتاعتها زي الكمبيوتر والتابلت واللابتوب بيحصل فيها بعض المشاكل المشاكل دي في منها الشائع 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 يعني common الشائع اللي بيحصل كتير هيكلمنا عن بعض المشاكل دي والحلول بتاعتها طبعا زي ما عارفنا قبل كده ان في عندنا في الكمبيوتر والتابلت واللابتوب والاجهزة التكنولوجية دي حاجة اسمها الهاردوير أو الأجزاء الملموسة وحاجة اسمها السوفتوير أو التطبيقات اللي احنا بنستخدمها في الأجهزة دي هنعرف دلوقتي بعض common problems أو بعض المشاكل الشائعة والSolutions أو solutions بتاعتها والحلول بتاعتها خليكم معي أول حاجة أول problem بيكلمنا عنها النهاردة هي an app won't open an app won't open أو تطبيق من التطبيقات مش عايز يفتح فبيقول لنا possible solutions أو الحل الممكن for windows bc لكمبيوتر بيشتغل بنظام الويندوز بيقول لك أول حاجة ممكن تعمل restart your computer ان انت تعمل restart أو تعيد تشغيل الكمبيوتر بتاعك and try again وتحاول مرة تانية طب بيقول لك if the app still won't open طب لو التطبيق ضي لسه برضو مش عايز يفتح check that your software is up to date check يعني افحص that your software is up to date ان التطبيق ده متحدث already على الكمبيوتر بتاعك if you still have problems لو انت لسه عندك المشكلة دي uninstall and reinstall the app هتشيل التطبيق ده خالص تمسحه وتعمله اعادة تحميل مرة تانية وان شاء الله يشتغل معك بشكل سليم if you can't solve the problem لو انت برضو مش قادر تحل المشكلة دي ask your teacher or family for help اسأل بقى التيتشر بتاعك او الفاميلي بتاعتك الاسرة بتاعتك for help دي اول problem او common problem ممكن تقابلك وانت بتستخدم مثلا الكمبيوتر الكمبيوتر طب البروبلم التانية بيقولك the mouse cursor الماوس نفسه isn't working ما بيشتغلش الماوس نفسه مش شغال possible solution for a windows او الحل الممكن لكمبيوتر شغال بنظام الwindows make sure you connect the mouse cable to the correct place in the motherboard اتاكد ان الكابل بتاع الماوس متوصل بالمكان الصحيح في الماثر بورد او في لوحة التحكم بتاعة الكمبيوتر اللي هي الكيسة دي اول حاجة لازم تتأكد منها ممكن يكون مش متوصل اصلا وانت بتحركه فعمره ما يشتغل لانه هو مش متوصل اصلا او it's not connected يبقى لازم اول حاجة make sure you connect the mouse cable to the correct place in the motherboard وبعدين بيقولك restart your device after that وبعدين عمل restart الديفايس او الكمبيوتر بتاعك if the problem isn't solved لو لسه ال problem isn't solved او لسه متحلتش there might be a defect in the mouse and you might need to replace it ممكن يكون الماوس نفسه في مشكلة في مشكلة وانت محتاج تعمله replace او تعمله او تعمله او تعمله تغيير تجيب ماوس جديد if you can't solve the problem لو انت مش قادر تحل المشكلة ask your teacher or family for help طب ايه ال problem الثالثة بيقولك you can't find a file look in your documents folder افحص الملف بتاع ال documents اللي عندك طب if you are looking for a photo لو انت بتدور على فوتو او صورة look in your picture folder دور في ملف الصور or try doing a search or try doing a search using the search box فيه search box في الويندوز كده اكتب فيه اسم الفايل وهتلاقيه بمجرد ان انت تكتب اسمه وتعمل search if you can't solve the problem لو انت مش قادر تحل المشكلة دي برضو ask your teacher or family for help ال problem اللي بعد كده او ال common problem اللي موجودة بعد كده ممكن نقابلها لو احنا بنستخدم الكمبيوتر بيقولك your screen freezes screen freezes يعني الشاشة بتاعتك تجمدت اللي احنا بنقول عليه بالبلغ دي كده الكمبيوتر هنج علق مش عايز يشتغل فبيقولك possible solution for windows pc press and hold control alt and delete هتدوس على الثلاث زرائر دول control و alt و delete together مع بعض لو دوس على الثلاث زرائر دول المفروض ان الشاشة بتاعتك مش هتبقى freeze وهيطالك option كده يقولك تحب تعمل restart ولا لا طيب لو برضو لسه مش قادر تحل المشكلة دي هتاسك your teacher or family for help اخر problem معانا في لسن 6 بيقولك the keyboard isn't typing الكيبورد بتاعتك تدوس عليها وما بتعملش typing او ما بتكتبش فبيقولك possible solution for windows for windows pc او لكمبيوتر شغال بنظام windows بيقولك make sure you connected the keyboard cable to the correct place اتاكد ان انت موصل اصلا للكيبورد بالمكان الصح في الموذر بورد طب لو انت مكنتش موصلها ووصلتها بعد كده بيقولك restart your device after that اعمل restart للكمبيوتر بعد كده طب لو المشكلة لسه متحلتش there might be a defect defect يعني عيب او عيب تصنيع او في مشكلة in the keyboard في الكيبورد نفسها and you might need to replace it انت ممكن تكون محتاج ان انت تعملها replace او تغيرها او تجيب واحدة جديدة if you can't solve the problem لو انت مش قادر تحل المشكلة ask your teacher or family for help اسأل المدرس بتاعك او الاسرة بتاعتك علشان يساعدوك طب lesson 7 بيقولنا collecting analyzing and graphing data اللي هي تجميع وتحليل وعرض البيانات في شكل رسوم بيانية واحنا عرفنا الكلام ده في discover وفي math وفي connect كمان احنا احنا ازاي نجمع data او البيانات وازاي نعمل لها analyzing او نحللها وازاي نعمل لها graphing او نحطها في شكل رسوم بيانية فهنا الدرس ده هيكون سهل علينا جدا وبيعرفنا هنا graph او الرسم البياني بعد ما نجمع البيانات ازاي نعرفها ازاي نعرضها ونعمل لها representing في شكل graphing ومدينا هنا شكل bar graph زي ما احنا شايفين قدامنا وطبعا درس ده سهل جدا مش محتاجين ان احنا نشرح في اي حاجة لان احنا already خدناه في discover وفي connect كمان والconnect plus والmath كمان فاحنا المفروض عارفين ازاي نعمل graphing او نعمل عرض بياني للمعلومات اللي عندنا والبيانات اللي عندنا على bar graph زي ما احنا شايفين قدامنا اخر حاجة lesson 8 reporting findings reporting findings او الحاجات الموجودة في التقارير لما ازاي نعمل report او نعمل تقرير بنكتر في ايه وبنبعثه ازاي طبعا report او التقرير اللي احنا بممكن نعمله ممكن يكون خاص بحاجة احنا عملناها search احنا عملناه او بحث احنا عملناه استكشاف احنا استكشفناه او كشف اثري احنا اكتشفناه مع بعض لو احنا مثلا شغالين في علم الاصهر فالreporting او اعداد التقارير بيكون ليه اشكال كتيرة وطبعا افضل طريقة لارسال reports او التقارير بتكون عن طريق الايميل او عن طريق البريد الالكتروني زي ما احنا شايفين قدامنا ده ايميل او بريد الكتروني بيقول لنا هنا from من اسمك طبعا بيكون موجود هنا وto ليه الشخص اللي ما بعطله الايميل او الشخص اللي ما هنبعط له ال report بتاعنا وطبعا مثلا بيقول له survey results او نتائج survey نتائج الاستفتاء اللي احنا عملناه لو احنا عملنا مثلا استفتاء في ال classroom عندنا بنسأل كل واحد بيحب اي device او اي جهاز من الاجهزة التكنولوجية الموجودة في العصر بتاعنا فبيقول لك هنا افضل طريقة ان انت تبعث reports بيكون عن طريق الايميل وكمان الايميل بيكون فيه خاصية ان انت تحط فيه graphs او رسوم البيانية زي ما احنا شايفين قدامنا وطبعا بتكتب فيه المعلومات الخاصة بال report بتاعك في الايميل وتبعته بمنتعل سهولة وبيوصل على طول ما بياخدش اي وقت فدي افضل طريقة نعمل بها reporting او اعداد تقارير ليه ال data او ال information بتاعتنا او للبيانات والمعلومات بتاعتنا ونبعتها للشخص اللي احنا عايزين نبعتها له على طول وبتوصل له في نفس الوقت ما بتاخدش اي وقت وبكده نكون خلصنا lesson 8 وخلصنا معها theme 1 او المحور الاول المرة الجاية ان شاء الله هنحل اسئلة كتير قوي على theme 1 ممكن يجي منها في الامتحان هنحل كل الاسئلة اللي موجودة في كتاب الوزارة اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته